وأنا من معلومات خاصة من داخل المتحف والمخازن يؤكد لي أن في كل مطرة يتعرض لها العراق تتعرض المخازن إلى الغرق ما مدى المعلومات عدتكم في هذا الجانب وهل هناك فعلا متابعة من الوزارة أو اهتمام بقضية الخزن للآثار العراقية لا لا كانت في 2009 كانت وصارت توسعة بالمخازن والآن المخازن المسيطرة عليها من ناحية الأمطار ومن ناحية الرطوبة أقول أن المتحف الحالي لا يليق بالحضارة العراقية نحتاج إلى أقامة متحف أكبر وأشمل وأرسع خصوصا المتحف العالمية الكبرى التي تحتوي على قطع أثرية عراقية يمكن الطلب منها في مساعدة العراق ولا تكلف الخزان المركزي أي مبلغ ومن هنا أدعو أيضا إلى اللجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب لإصدار تشريعات تسمح لهيئة الآثار بأنه الرسوم التي تأخذ على المواقع الأثرية على زيارة المواقع الأثرية والمتحف هذه الرسوم مبالغ جيدة لا بأس بها لكنها تذهب إلى وزارة المالية وإلى الخزانة المركزية ولا تستفيد مع هيئة الآثار للأسف أدعو اللجنة الثقافية وهم كلهم من النخب الواعية أن يشرعوا قانونا يسمح لهيئة الآثار بالاستفادة من الواردات التي تتحقق سنويا وهي أرقام جيدة هذا الأمر إذا ما توفر لهيئة الآثار يمكن لها أن تقوم بالأعمال المطلوبة منها سواء في مجال المخازن والمتاحف والمعارض والمواقع الأثرية كل الأموال المستحصلة من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للأسف لا تستفيد من أتى هيئة الآثار